بلغ عدد الأشخاص الذين تم إيواءهم أكثر من ثلاثة ألاف وثمانمائة شخص في مارتي الشارقة والفجيرة هذا ما جاء في لحاطة الاستثنائية للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزرات والكوارث ووزارة الداخلية والمركز الوطني الأرصاد حول مستجدات آثار الحالة الجوية في الدولة ولم تسجل أي خسائر بالأرواح أو إصابات بلغة الله الحمد لم تسجل أي خسائر بالأرواح أو إصابات بلغة واقتصرت الأضرار على خسائر مادية فقط بمشاركة أكثر من أربع تلاف شخص من الدفاع المدني في إمارات الدولة في عمليات التأمين والإخلاء والإنقاذ للمتضررين وتعمل هذه الفرق المؤهلة بوجود عدد كاف من الآليات بلق عددها في إمارات الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة نحو 150 آلية متنوعة وتبذل الفرق الشراطية وفرق الإنقاذ والإسعاف جهودا متواصلة لتأمين وحماية الأفراد والممتلكات وتأمين انسيابية حركة المرور من خلال الدوريات الميدانية